كشفت وثائق عن فساد مالي مهول بالمليارات في تعاملات البنك المركزي اليمني وتورطه بعمليات مضاربة بالعملة وظهرت الوثائق عمليات فساد وتلاعب بعمليات بيع وشراء العملة الأجنبية فوارق مالية بالمليارات وذكر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقبة والمحاسبة أن البنك المركزي في عدن لم يتعاون مع فريقه في تدقيق الحسابات وأنه تم اكتشاف عمليات شراء للعملات الأجنبية بأسعار مرتفعة جدا مقارنة بالقيمة العادلة المستحقة في تلك العمليات وفقا لمتوسط الأسعار السائدة في السوق مؤكدا أن هذه التصرفات الحقت ضررا بالغا بالمال العام تمثل في قيمة الزيادة التي حدثت جراء ذلك وبلغت قيمتها أكثر من ثمانية مليارات ريال وأضاف أن البنك نفذ بعض عمليات البيع بأسعار تقل كثيرا عن القيمة العادلة التي تستحقها وبلغت قيمتها أكثر من تسعمائة وسبعة عشر مليون ريال موضحا أن إجمالي المبلغ الذي يتوجب اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداده ومحاسبة المسؤولين عن هدره وفقا لإجراءات المراجعة والتقييم التي أجرها جهاز الرقابة والمحاسبة بلغ أكثر من تسعة مليارات ريال وأن مستوى الضرر الفعلية الذي أصاب الاقتصاد الكلي للبلاد أعلى بكثير من حيث القيمة والأثر الوارد في هذه العملية